بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث في أمسية المجلس الخميس الثقافي عن موضوع مهم يشغل الشارع العراقي بشكل كبير ولا سيما أهالي بغداد وأخص منهم أهالي مناطق المحيطة بالعاصمة بغداد والمعروفة بمناطق حزام بغداد في أمسية تحت عنوان مناطق حزام بغداد تأنوا تحت الاستهداف الحكومي المستمر بداية نتحدث ويسمع كثير عن مناطق حزام بغداد لمن لا يعرفها هي المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد وتتكون من ستة أقضية تحيط بالعاصمة من الجوانب الأربع أو من الجهات الأربع وهي مناطق ريفية سكنية وزراعية وصناعية في الوقت نفسه بطبيعة الحال اتخذت أهميتها من موقعها الجغرافي المهم المحيط بالعاصمة والقريب على العاصمة والذي يطوق العاصمة بغداد تتميز هذه المناطق حقيقة فضلا عن موقعها الجغرافي بوفرة الموارد الطبيعية كمياه وخصوبة الأراضي والمناظر الخلابة هذه مناطق تقطنها منذ قرون العديد من القبائل العربية الأصيلة ويمكن لنا تقسيم مناطق الحزام إلى أربعة أجزاء شمالي شرق العاصمة وجنوبي شرق العاصمة وجنوبي غرب العاصمة وغاربي شمال العاصمة والأقضية الستة هذه التي تشكل مناطق الحزام هي التاجي والطارمية وسلمان باك أو المدائن والراشدية والمحمودية إضافة إلى أبو غريب تقدر أعداد السكان لهذه المناطق مجتمعا نحو ثلاثة ملايين نسمة أو ثلاث ملايين نسمة التحدث هنا نتحدث عن مراحل الاستهداف الحكومي المستمر لهذه المناطق المهمة ذات الموقع الجغرافي الاستراتيجي فبدأ استهداف هذه المناطق حقيقة في أول يوم من الاحتلال الأمريكي الغاشم للبلاد وما صاحبه من أمور كثيرة وانتهاكات جسيمة وجرائم وحشية بحق أهالي تلك المناطق واستمرت هذه المعاناة إلى يومنا هذا بدأ الاستهداف مع الاحتلال واستمر وتسارعت وطيرته حقيقة بعد العام 2006 بعد التفجير المفتعل لمرقدي الإمامين في سامراء بعد ذلك طبعا في البداية استهدفت مناطق اللطيفية والمحمودية واليوسفية وهذا الجانب الشرقي الجنوبي من العاصمة وتلاها بعد سنين هذه كلها طبعا مراحل لتنفيذ المخطط الديمغرافي وعمليات الإفراغ السكاني لهذه المناطق بغية السيطرة عليها من قبل الميليشيات التي باتت لسيطر على المشهد العراقي بشكل غير مسبوق ولا أعتقد أنه سيكون في حقبة أخرى من الزمن هكذا سيطر على المشهد العراقي من قبل عصابات وميليشيات لا توالي العراق بشكل أو بآخر هي موالية لإيران هي تتبع المخططات مخططات التي ترسل من طهران لتنفيذها في العراق واليوم سنخص قضاء الطارمية في الحديث وسنفصل في هذا الحديث بالنسبة لما يخص قضاء الطارمية لاعتبارات كثيرة منها كون القضاء مسرح لهذا الاستهداف الحكومي المستمر لمناطق حزام بغداد لأنه كما ذكرت هي مراحل يتم تنفيذها على مدى السنين الماضية واليوم يكاد هذا القضاء أو هذه المناطق مجتمعة تنهار بسبب هذا الاستهداف المستمر فالمناطق وأهلها يئنون من هذه التعامل الحكومي الذي يتميز بالتمايز والعنصرية وعدم قبول الآخر وبالتالي لدينا مشاكل أساسية هي التي تتفرع عنها هذه المشاكل الأخرى التي نراها بين فينة وأخرى قضاء الطارمية هو أحد أقضية العاصمة بغداد الستة المحيطة بها ويقع بطبيعة الحال شمال العاصمة يمتد بين نهر دجلة شرقا ومنطقة القرمة في محافظة الأنبار غربا ومن قضاء الدجيل التابع لمحافظة صلاح الدين شمالا إلى قضاء التاجي جنوبا ويربط القضاء بين المحافظات بغداد وديالة وصلاح الدين والأنبار ويمتد فيه الطريق العام الرئيس إلى المحافظات الشمالية ويسكن في هذا القضاء أشائر كثيرة متعددة أشائر عربية أصيلة منها أشائر المشاهدة والبفراج والسلمان والحيالي والجنابي والجبور والعبيد نتحدث اليوم عن معلومات تم جمعها من تقارير سابقة ويزاد عليها إفادات وشهادات تم توثيقها من قبل قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين تفيد هذه التقارير إلى تحول القضاء إلى منطقة عسكرية عسكرة القضاء من قبل الحكومات الاحتلال المتعاقبة منذ اليوم الأول للاحتلال بدأت هذه العمليات واليوم نجد أن القضاء تحول إلى معسكرات للاعتقال معسكرات موت معسكرات تحوي العديد من المرافق الاحتجاز التي يجري داخلها التعذيب والشتى أساليب التعذيب وبطبيعة الحال يتم إخفاء المعتقلين قسرا في هذه المعتقلات والمرافق الاحتجاز وهنا نشير إلى أنه العديد من الوفيات التي وقعت في هذه المعسكرات لكن الحكومة تتكتم على هذه الأخبار وتمنع تسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم إلى مدد مختلفة تتراوح بين شهر إلى سنين حقيقة ولا يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم حتى يتم الأقرار أو التنازل من قبل ذوي الضحية بأن هذا الحدث أو الوفاء جرت في ظروف غير التي جرت فيها على الحقيقة وفي الطارمية هناك عمليات اغتيال منظمة لشخصيات مناهضة للاحتلال مناهضة للعملية السياسية التي فرضها الاحتلال بعد 2003 ولاسيما بطبيعة الحال الشخصيات ذات التأثير الاجتماعي كشيوخ العشائر والشخصيات الأكاديمية والمعلمون المعلمين وغيرهم طبعا من الفئات المجتمع المهمة لكن العامل المشترك بين الأشخاص الذين تم استهدافهم في قضاء الطارمية هم من المناهضين للاحتلال ولمشاريع الاحتلال ولحكومات الاحتلال بطبيعة الحال لدينا مشكلة كبيرة حتى الحكومة أقرت فيها عندما تركت الاستدلال بالمخبر السري مدة من الزمن لكن اليوم عادت إلى اعتمادها مع الأسف المخبر السري تسبب بكوارث ومآسي كثيرة لسكان مناطق قضاء الطارمية هناك الوشايات الكاذبة من هؤلاء الناس تسببت باعتقالات كثيرة بالتالي لدينا طبعا هذه الاعتقالات جرت بحق أشخاصهم أبرياء لم يرتكبوا أي جرم ولا حتى جنحة تستحق أنه يتم القبض عليهم الجميع حالات الاعتقال التي جرت من جراء المخبر السري هي تجري دون مذكرة اعتقال وبدون ذكر أسباب بالنسبة للقوة التي تقوم بالاعتقال لا تبين أسباب الاعتقال لعائلات الضحايا بطبيعة الحال هم أبرياء كما ذكرت فيجري ابتزاز عوائلهم أو عائلاتهم من خلال طرق خبيثة يسلكها المخبرون السريون بالتعاون مع الضباط التحقيق والضباط الدمج وقادة الميليشيات المسيطرة على المنطقة من حيث أن يقومون بإجبار الشخص على الاعتراف تحت التعذيب الوحشي بأساليبه السادية الاعتراف بجرائم لم يرتكبها ولا يعرفها حتى ولا يعني ولا يقرب إليها ولا يعرفها فيجري الاعتراف ويتم استغلال ذلك الاعتراف وعرضه على شاشات بعض الفضائيات المعروفة لدى العراقيين المعروفة بتوجهاتها الطائفية المقيتة المعروفة بخلطها للأوراق وكونها بوقا للسلطة فهذه يجري عرض هؤلاء الضحايا أو المتهمون المتهمين بعد ذلك يتم التواصل مع ذويهم بنية الابتزاز وطلب مبالغ كبيرة وهؤلاء هناك منهم من حالفه الحظ واليوم هو طليق لأن أهله تمكنوا من دفع هذه المبالغ للمخبر السري ولقادة الميليشيات والضباط الأمنيين المتواجدين أو المسيطرين على المنطقة يزاد على ذلك قيام القوات الحكومية بهدم دور المواطنين بدون ذكر الأسباب وبلا سبب حقيقة مجرد استعراض للعضلات وهذا كله طبعا يصب في دفع الناس إلى ترك ممتلكاتهم ومنازلهم إلى الضغط عليهم وإرهابهم وتهديدهم وبالتالي لدينا اليوم كما ذكرت في البداية أنه تقدر أعداد سكان مناطق حزام بغداد قبل الاحتلال بثلاثة ملايين شخص لكن اليوم لا يوجد أكثر من مليون ونصف مليون أو مليون ومئة ألف نسمة يعيشون في تحت وطأة هذه الاستهدافات المتكررة لا حول لهم ولا قوة لا يستطيعون حتى ترك مناطقهم لكن هذه السياسات دفعتهم إلى ترك منازلهم والترحيل قسرا فمن جملة هذه السياسات هي الهدم الدور دور المواطنين لدينا حقيقة الكثير من الصور والتوثيقات والشهادات الموثقة والإفادات لمواطنين تم هدم دورهم بالتعاون مع الميليشيات المسيطرة والتي باتت تعرف بعد 2014-14 بميليشيا الحجد وفصائلها المتعددة إضافة إلى ذلك هناك مهداهمات عشوائية مستمرة في مناطق مركز القضاء والقرى التابعة له هذه المداهمات أيضا يراد منها تهديد السكان وابتزاز الأهالي وجعلهم في ظروف التضييق عليهم لدفعهم حقيقة إلى النزوح وهناك سياسات متعددة متعددة الأوجه جرى تنفيذها في الطارمية على وجه الخصوص لكن كلها تسب في صالح إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين طبعا يرافق هذه العمليات والمداهمات والاعتقالات العشوائية يرافقها قصف مدفعي عشوائي بين الحين والآخر على بساتين القضاء وبمناطق متعددة منه وبذراء حقيقة تسوقها الحكومة تناقض نفسها بها لأن هذه لا يمكن أن توصف بحكومة ولديها أجهزة أمنية وهي تتذرع بذراء لم تعد تنطلي على أحد ليتم قصف تلك الأراضي وهي أراضي أراضي زراعية خصبة منع أهلها من استثمارها والاستفادة من ريعها لهذه الأسباب وأسباب أخرى بالنتيجة لدينا استمرار في موجات النزوح بسبب القصف والمداهمات والاعتقالات العشوائية كذلك قيام الطائرات الحكومية بقصف منازل المواطنين في حالات أخرى كلها تدل على أن هناك استهدافا ممنهجا ومخططا له يجري تنفيذه في مناطق حزام بغداد فبالتالي هذا الاستهداف المستمر له تداعياته من جملة هذه التداعيات هو التأثير على الوضع الاقتصادي من حيث توقف المعامل الكبيرة في القضاء سواء معامل الطابوق أو معامل الألبان أو حتى معامل صنع الحبال والشباك كذلك قطاع الأسماك وهي مناطق معروفة بتربيتها وإنتاجها للأسماك للثروة السماكية في البلاد فتم إغلاق مختبر تفقيس الأسماك هذا طبعا منذ 2016 وتجفيف معظم حقول الأسماك المنتجة وتوقف مركبات الزراعية والآليات الانتاجية بسبب غياب القانون والاستقرار وإشاعة الفوضة وسيادة الفوضة على المنطقة حالها حال الأجزاء الأخرى من العراق ما بعد الاحتلال الأمريكي البغيض للبلاد إغلاق العشرات من حقول الدواجن في مناطق حزام بغداد ولا سيما في القضاءة الطارمية هذا كله طبعا وبشكل ممنهج أيضا يجري تنفيذه يمنع الأهالي من استثمار أراضيهم ويمنعهم من زراعتها والاستفادة منها هذا طبعا للأشخاص الذين يعيشون في الريف هذا هو مصدر رزقهم فالتضييق على أرزاق الأهالي هو من جملة مخططات تنفيذ التغيير الديمغرافي والإفراغ السكاني في مناطق حزام بغداد فكل هذا تسبب بارتفاع معدلات البطالة في مناطق حزام بغداد في بعض المناطق وفي أوساط الشباب فيها هناك تقديرات تشير إلى 80% من الشباب هم عاطلون عن العمل وليس لديهم فرصة ولو حتى في المستقبل القريب ممكن أن تلوح أمامهم فقط أريد أن أعرج على مسألة الاعتقالات والشهادات والإفادات التي تم توثيقها في قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين هناك شهادات لذوي معتقلين جرى اعتقالهم وقام مندوبوا القسم بزيارتهم في مساكنهم أو في أماكن نزوحهم تفيد هذه الإفادات والشهادات بأنه لا يوجد منزل في الطارمية اليوم إلا وبه معتقل أو أكثر شخص معتقل أو أكثر وبالتالي هذا أمر يراد منه الإرهاب المواطن والضغط عليه وإشعار أنه هذا الأمر وهذا البلد لم يعد ينتمي إليه والاستفادة من هذه المناطق من قبل الغرباء واستيطانهم في مناطق حزام بغداد في مساحات واسعة من هذه المناطق جرت على مدى السنين الماضية عمليات تغيير ديمغرافي كبيرة في هذه المناطق وغيرت بالفعل من التركيبة السكانية للكثير من هذه البلدات والقرى المنتشرة حول العاصمة بغداد أما بالنسبة للوضع الصحي في الطارمية فمعروف أنه في قضاء الطارمية هناك المستشفى الوحيد في القضاء وهو مستشفى متواضع يشكو أو يعاني من قلة الفرق الطبية والمستلزمات الضرورية الصحية وكذلك غياب الأمن وسيادة الفوضى تؤثر بالضرورة على عمل هذا المستشفى وعمل الأطباء فيه وهناك أطباء جرى استهدافهم وقتلهم منهم الدكتور أدهم الذي جرى استهدافه في العام 2016 وجرى اختياله حقيقة بالإضافة إلى ذلك ما يعاني منه الأهالي في القضاء من عدم تمكنهم من الإطمئنان لأداء الصلاة في المساجد المنتشرة في القضاء وذلك بسبب الاعتداءات المتكررة والكثيرة والعنيفة على هذه المساجد والجوامع المنتشرة في القضاء ومنها جوامع تم الاستلاع عليها إما وقتيا وإما لا تزال تحت وطأة الميليشيات ومنها مساجد تم هدمها مثل مسجد قرية السائر ومسجد قرية حاتم المطلق في حقيقة الأمر هذا الموضوع يدفعنا إلى أن نستعرض بعض الوعود هنا أتحدث لشريحة شريحة الواهمين بأن هناك سيكون ستتغير الأمور إلى الأفضل أو إلى الأحسن أو حتى إلى درجة أخف من الضرر نذكر هذه الفئة بأن وعود الكاظمي رئيس مجلس الوزراء الحالي في العراق التي قطعها على نفسه في بداية تسلمه المنصب هي وعود ظلت قيد الانتظار إن لم أقل إنها وعود كاذبة لا يمكن لا للكاظمي ولا لغيره في ظل المعطيات الحالية وفي ظل الهيمنة المفروضة على البلاد ومصادرة السيادة الوطنية لا يمكن له ولا لغيره نحن لا نتحدث عن النواية لدينا معطيات ضمن هذه المعطيات لا يمكن تنفيذ أبسط الوعود التي قطعها الكاظمي على نفسه ومنها تقديم المتورطين بقمع الاحتجاجات وقتل المتظاهرين السلميين إلى القضاء وهذا القضاء حقيقة يحتاج أن يتحرر من سطوة الأحزاب وهو يعني وعد العراقيين بتحرير القضاء من سطوة الأحزاب وسحب سلاح الميليشيات وحصره بيد الدولة هنا نتوقف قليلا لأنه هذا الأمر يعني لا يمكن أن يحدث في ظل حكومات تشكلها الميليشيات أو توافق عليها جهات هي التي تشرف على عمل هذه الميليشيات الميليشيات وتمولها وتسلحها فلا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم سحب سلاح الميليشيات في ظل المعطيات الحالية كذلك من وعود الكاظمي التي هي قيد الانتظار هو فتح ملفات الفساد والإطاحة بكبار الفاسدين المعروفين من قبله شخصيا باعتباره كان رئيسا لجهاز المخابرات في العراق إلى جانب التحضير لخطوات عملية في الحكومة لمواجهة التحديات المالية والصحية في ظل وباء الكورونا إضافة إلى إنهاء حالة كون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين أمريكا وإيران هنا نتحدث نترك الجانب السياسي ونتحدث عن الجانب الحقوقي يعني نسأل هل تم تقديم المتورطين بجرائم قمع التظاهر السلمي في العراق إلى القضاء وهل تم تحرير القضاء وضمان استقلالية استقلالية هذا القضاء ليصطلع بالمهام المهمة جدا الموكلة إليه ولا داعي أن نسأل أنفسنا عن بشأن سلاح الميليشيات لأن هذا الأمر لم يحصل ولن يحصل كما ذكرت في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة والعملية السياسية عملية المحاصصة التي فرضها الاحتلال المشكلة الكبيرة والتي تدلل على أن الكاظمي كسابقيه هو التغاضي الواضح عن إرهاب الميليشيات وعن الجرائم الوحشية الظالعة بها تلك الميليشيات بحق المدنيين العراقيين التي تتكشف يوما بعد آخر أمام الجميع واعترافه هو شخصيا أيضا بأن جهاز مكافحة الإرهاب يخضع للضغوط السياسية وينفذ ما تمليه الأحزاب المتنفذة وليس ينفذ المهام الموكلة إليه بشكل مهني وهذا باعترافه هو شخصيا فهنا نحن أمام مسألة لا يمكن معالجتها إلا بتغيير جدري لهذه المنظومة الحاكمة ولهذا النظام الحاكم السياسي الحاكم أما بعض الاستعراضات التي قام بها عناصر الجهاز المذكور هي من شأنها أن تخلط الأوراق على الناظر البسيط للأحداث حتى من يراقب الأحداث يرى الحقيقة وتجلى عجز الكاظمي عن معالجة ملف الميليشيات خلال الزيارة التي قام بها إلى طهران وحديثه الذي كان باستحياء أثناء المؤتمر الصحفي بشأن الميليشيات وسلاح الميليشيات وما تقوم به الميليشيات من جرائم وانتهاكات جسيمة بحق العراقيين وحتى ما رشح عن الزيارة لم يكن يفضي إلى شيء يبشر ولو بنزر يسير من الخير كما يقولون يزاد على ذلك أنه لم يفي بوعوده السابقة هو لا يزال يقدم الوعود للعراقيين وكما فعل مثلا خلال الزيارة لقضاء الطارمية أو لقائه مع شيوخ قضاء الطارمية فهو قدم الوعود للشيوخ ولأهالي الطارمية بطريقة استعراضية تبعث على الإشمئزاز السياسي لأنها طريقة باتت مكشوفة وطريقة قديمة لاستعراض الحالة ولعرض أو لتقديم الوعود الممكنة أو التي سيتم تنفيذها مستقبلا الأمر الذي يعيد إلى الأذهان مشاهد قام بها سابقوه في العراق منذ 2003 وحتى اليوم في مناسبات عديدة والتي لم ينفذ منها حتى اليوم أي شيء على العكس من ذلك تدمرت المدن نكبت المحافظات ونكب أهلها وظلت الأمور من سيء إلى أسوأ سارت الأمور من سيء إلى أسوأ ولا يوجد مع الأسف الشديد يعني لا أريد أن أكون متشائماً لكن هذه الحقيقة هذا الواقع لا يوجد في الأفق ما يلوح بأي خير سينجز في العراق والدلائل والقراء على ما أقول لا تعد ولا تحصى وفي يعني في اليوم والليلة لدينا أكثر من دليل وأكثر من قرين على ذلك والأغرب من ذلك هو أنه لا يزال يدعو إلى إجراء الانتخابات ويثقف لها ويحث فئات المجتمع على المشاركة فيها بقوة في ظل الفساد المتجذر الذي هو أعلم به من غيره بحكم منصبه السابق وهيمنت الميليشيات على المشهد العراقي والأزمات والتحديات الكبيرة الأخرى ولا سيما في الجانب الأمني والمالي والصحي والزراعي والصناعي وغيرها هذا طبعا استعراض سريع لحالة الاستهداف المستمر الاستهداف الحكومي المستمر لمناطق حزام بغداد هناك الكثير الكثير من الأدلة والبراهين التي تؤكد هذا الاستهداف وتؤكد الاستمرارية وتؤكد عدم التوقف ومضي الحكومة في تنفيذ مخططات التغيير الديمغرافي والإفراغ السكاني وتغيير التركيبة السكانية لهذه المناطق لموقعها الجغرافي المهم فضلا عن ثرواتها الطبيعية وال المنشآت والمرافق التي تحويها لكن مع الأسف الشديد أهل تلك المناطق يعانون الكثير الكثير من الانتهاكات شضف العيش انعدام فرص العمل لا يوجد مستقبل لأجيال لأنه اليوم جرى قلب المفاهيم اليوم الشخص الوطني يلاحق لأنه وطني لأنه يدافع عن الوطن يحاول أن يفضح جرائم الاحتلال وأذنابه ولكن هذا هو الجاري اليوم على الأسف الشديد في العراق نعتذر عن الإطالة وهذا في مجلس الثقافي الافتراضي مجلس الخميس الثقافي الذي تقيمه هيئة علماء المسلمين في العراق وشكرا لحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر